حدثني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى أنه يقرأ في التعليقات على ما ينشر من الكلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن هناك من يسب ويلعن وكذا حتى بلغ أن بعضهم قال يعني يدعو على عليه أو على غيره يقول اللهم احشره معي وكر وعمر وحشرنا مع محمد وآل بيته أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وآل بيته الذين هم صحابته كعلي وابن عباس وأمات المؤمنين وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين هؤلاء قد توفوا ونسأل الله أن يحشرنا معهم جميعا وحنا نفرق بين آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصاحبوه فمكانت أهل البيت بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فضلهم الله تبارك ما أثنى على أناس لقرابتهم وإنما أثنى على الناس لأعمالهم وأعمالهم هي نصرة الدبي صلى الله عليه وسلم نصرة دينه قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود هكذا مدح الله بأفعالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يمدحهم بأعمالهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عنه إذ يبايعونك تحت الشجرة دائما الله تبارك وتعالي يمدح الناس بأفعالهم لا يمدحهم بأنسابهم بل قاعد عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءلون النسب وحده لا ينفع ولو نفع النسب لنفع أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فلنتق الله تبارك وتعالى من سبي ولعني أناس قد حطوا رحالهم في الجنة ماذا نستفيد من السب واللعن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس اللعانون بشفعاء يوم القيامة وكان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلوات ربي وسلامه عليه فالإنسان يمسك هذا اللسان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران إنسان لا بد أن يحذر من هذا اللسان وما يسببه له ماذا تستفيد إذا لعنت أناساً صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله وأثناء الله عليهم في كتابه العزيز بدعوة أنك تحب آل البيت وبعدين كلنا نحب آل البيت لك لا نسب لا نلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نلعن من صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نلعن من قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاباً له لا نقبل من اتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على وحي فكانوا كتاباً للوحي لا نلعن أناساً جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالي لا نلعن أناساً قاتل المرتدين لا نلعنوا ناسا نشروا هذا الدين وفتحت البلاد على أيديهم لا نلعنوا ناسا أثنى الله وتبارك وتعالى عليهم في كتابه العزيز بالله عليك قل لي من هم للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم من هؤلاء سمهم لنا سم لنا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من هؤلاء إلي يكونوا أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلنحذر من ما نقول والنخف الله تبارك وتعالى إن الأمر جلل ومصيبة عظيمة أن يسب المتأخرون المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحذر الحذر والله إني لست خائفا على نفسي من هذا إلي لا أسب لكني خائف عليكم وأخاف على نفسي من أمور أخرى أنا مخصر فيها في حق الله تبارك وتعالى ولكن يحذروا بارك الله فيكم من أن تكون على ألسنتكم اللعنة والمسبة والشتم وغير ذلك فلنحفظ ألسنتنا صلى الله تبارك أن يحفظنا جميعا ولعلي غضبته شيئا ما لكن لعله في مكانه والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته